أكد ديوان المحاسبة أن الضريبة الانتقائية من شأنها دعم الموارد المالية لخزينة الدولة دون التأثير على بنود الإنفاق مبين أن السلع التي تشملها تلك الضريبة لا تعد من الاحتياجات الرئيسية للمستهركين الوكيل المساعد لقضع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات في ديوان المحاسبة يوسف المزروعي أوضح أن تطبيق القيمة المضافة هو الخيار الأمثل لتعويض الإرادات الجمركية والتي تفقدها الدولة جراء الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة والتوجه لزيادة الصناعات التصديرية وأهمها الصناعات البترو كيموية لتمتعها بإعفاءات ضريبية